إلى هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن وزيادة المساعدات الإنسانية والغاة التي منهم بحاجة لها في غزة شهدنا المقاربة يوم بعد يوم وساعة بساعة ليش مضمون ولا شيء يؤخذ بشكل محسوم ولكن هذا العمل ينجح ونحن نسعى المزيد من أجل كل ابتسامة ودمع نراها على وجوه تلك العائلات التي لم أشملها أخيرا أكثر من عشرين طفلا آخر عمر 18 سنة وأقل أطلق سراحهم عبر هذا الاتفاق أيضا وقد عانوا محنة عظيمة والآن سيبدون بمرحلة الشفاء الطويلة سأستمر بالعمل مع أمير قطر رئيس السيسي رئيس مصر ورئيس الوزراء نتنياهو لفعل كل ما هو ممكن من أجل تحرير كافة الرهائن أنا ممتن للشراكة الشخصية بينما مع كل الأطرات ذكرتها بينما نعمل معا لتطبيق الاتفاق والآن لمحاولة توسيعه بشكل أكبر سأستمر بالعمل مع كافة الشركائنا لاتخاذ الخطوات الصعبة والضرورية وكي يكون هناك مستقبل أكثر ازدهاراً للمنطقة حل الدولتين هو سبيل الوحيد لضمان أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين ولضمان أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يعيشون بكرامة وحرية لن نستسلم عن العمل تجاه هذا الهدف أشكركم جزيل الشكر وحمد الله لقد عاد طفلة إلى بيتها لا أستطيع أن تخيل فرحة عائلتها أتمنى لكنت هناك لمعانقتها ماذا عن الأمريكيين الآخرين ومتى سيطلقوا صراحهم نأمل نحن متفائلون ولكن ليس لدي أي معلومات مؤكدة أبلغها لكم الآن قلت تستغلون هذا الزخم لزيادة مدة إقاف الوقت المؤقت هل لديكم أي سوقعات إلى أي مدى قد يصل إليه هذا الاتفاق وفقاً له يطلقوا عاشرة رهان في كل يوم ونأمل لا ينتهي عند هذا الحد وسوف يستمر ولكننا لا نعرف ولكن لديه الإحساس أن كافة الأطراف في المنطقة واللاعبين في المنطقة